أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ما أوذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم مغلالهم فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن حلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أعذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تذر من اتبع الذكر الخشير الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرتهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمت وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وادرب لهم مثلا أصحاب قرية إذ جاءها الرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكتبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آدوا إلا بشر مثلنا وما آزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم نرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طاته لنعجم منكم وليوسلنكم منا عذاب أليم قالوا تطيركم معكم أئذكرتم بل أنت قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ بودونه آلهة إن يردن الرحمن بطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقضون إني إذا لفي الظلال من مبين إني آمت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعني من المكرمين وما أنزز على قوه من بعده من وجود من السماء وما كنا موزدين إن كانت إلا سميحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرط على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يغزفون وإنه كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي أحييناها وأخرجناها منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نحيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ترناه منازل حتى عادق العرجون القليم لا الشمس ينبعي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أن حمل زوجتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريح لهم ولا هم يوقظون إلا رحمتهم مننا ومتاع الإلهين وإذا قيل لهوا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحبون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن آتت إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يجدون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا تستطيعون توسية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأهداف إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعد الرحمن واصطدق المعسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلموا نفس شيء ولا تجزون إلا ما كبوت تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج جن في ضلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أقلنا منكم جبل للكثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم معدرون إسألوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أعجلهم بما كانوا يقصبون ولو نشاء لتوسنا على أعينهم فاستبقوا الصقرات فأنا يسقرون ولو نشاء لوسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعتكون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر الله كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم صمعها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتحدوا من هدون الله آلهة لعن لهم يمسطرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحذف قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصيم مبين وضغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيل عزام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتت منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الحلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم